بطب في حياتنا بيعرفنا ذاتنا بيخفف ألام ويخليك تمام بيخفف ألام ويخليك تمام مع الدكتور عصام بطب في حياتنا بحادث تشوف قبل ما تكون الظلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباكي في الله ومشاهدة قناة صح وجمال في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنالكم في معدنا برنامج الطب في حياتنا البرنامج حقيقي يعني أنا دايما بيبقى ليه هدف أن احنا نوصل المعلومة الأساسية اللي تفيدني في حياتي والمعلومة الطبية اللازمة لأي إنسان غير متخصص في مجال الطب ويهمني كمان في البرنامج هو أن نوضح الأمور اللي احنا بنسمع عنها ومش فهمينها وعاوزين توضيح ونعمل كده ونشوف الكلام اللي بتقال ايه الصحة فيه وايه الغلط فيه سمعنا عن الخلايا الجزعية والعلاج الخلايا الجزعية والخلايا الجزعية بتعالج السكر ومريد السكر ممكن يحن خلايا الجزعية ويبقى عنده بنكجاز زيرو الكلام ده صح ولا غلط ده موضوع سمعنا عن علاجات فيروسي الجديدة ودوة كابسولة بتاخدها بتضيع الفيروس ونخفه ونبقى زي الفل فين الصحة فين الغلط فين الحقيقة فين الخيال نبتل نقول احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن علاجات فيروسي وقلنا بالتفاصيل المجموعات الدوائية الجديدة لعلاج فيروسي وانا من النوع اللي مش متفائل ومش متشائم انا حب احط الامور في نصابها والعيان يقوم من قدامي هو فاهم موقفه ايه بالزبط وظروفه ايه وحالته ايه موضوع الادوية الجديدة هم حوالي عشر تصناف ودي بتشتغل بطريقة تانية خالص لفيروسي غير الامترفرون الاصناف دي بتشتغل على البوليميريز والبروتييز انزيم اللي هي الانزيمات اللازمة عشان الفيروس يكون نفسه جبت فيديو الحلقة اللي فاتت وشرحت فيه وشفنا الشفرة الجينية والكود الجيني ايه اللي الـ RNA بتاع الفيروس بيتكون عليه البصمة بتاعت المفتاح يعني فالادوية دي بتشتغل على النيكلوتايدز اللي هو المواد الخام اللي هو بياخدها علشان يعمل منها السترانزي بتاعت الـ RNA الجديدة ففعاليتها عالية جدا لان احنا كده دخلنا في لب المشكلة جوه الهيباتوسايد جوه الخالية الكبادية نفسها فالفعالية عالية قوي قدنا انهم حوالي عشرة اصناف فيهم اصناف بتشتغل لوحدها وفيهم اصناف بتتخذ معربة فيرين وفيهم اصناف بتتاخذ معربة فيرين والـ Interferon فبتدي فعالية أكثر وسمية أقل يعني هناخد انترفرون برضو والله فيه اصناف بتتاخد مع ريبافلين وانترفرون وفيه اصناف بتتاخد مع ريبافلين لوحده وفيه اصناف بتتاخد مع الواحدها بدون اي حاجة مشتغل مونو ثرابي الكلام ده مهم ان احنا نعرفه الادوية دي مش جديدة اوي هي في امريكا بلى حوالي سنة ونصة مثلا ونزلت فعلا واستخدمت هناك وتجربت واخدت الاف دي ايه والكلام ده كله وكان ابحاث وطرايلز وكلام اتقال على مادة الصفال دي اللي صفه بير اللي صفال دي وقلنا ان المادة دي بتشتغل لوحدها يعني باخدش ريبافلين ولا انترفرونها ده حاجة ده باخد كابسولة واحدة بس في اليوم اما 28 كابسولة وبكررهم 18000 دولار باخد بفضل اكرر فيهم ده سعرهم في امريكا طبعا احنا هنا حيبقى كلام مختلف لو قدرنا ان احنا نتفق مع النظامة الصحة ان احنا ناخدها بشكل يعني مدعم ولسه ما احناش عارفين هتنزل بكام وحتنزل ازاي وقصة دي كلها دي الحملات الدعائية على فيروس سي وعلاجات فيروس سي حشان نبقى فاهمين بلدو القصة الرئيسية هنا ان احنا لما شرحنا العلاجات الجديدة بتاعة فيروس سي قلنا هي فعالياتها عالية جدا لانها تختلف عن فعاليات الادوية السابقة وبتشتغل بطريقة زكية جدا وبطريقة محددة ومركزة في عمق المشكلة ده الكلام علشان ناس كتير سألت بعد الحلقة وعايزين اقول الكلام تاني فانا في بداية الانترو بتاع الحلقة دي حبيت ان انا اوضح وعمل سبوتلايت على القصة اللي احنا قلناها مرة اللي فاتت موضوعنا النهار دي احنا كنا عايزين نتكلم عن السكر والكبد وعلاقة السكر بالكبد ومين بيزعل مين يعني هو الكبد اللي بيزعل السكر ولا السكر هو اللي بيزعل الكبد ولا كلاهما بيزعل بعضه برضو الحدوطة دي يهمني فيها انا كمريض عندي سكر ازاي حافظ على كبد دي دي نمرة واحد ويهمني انا كمريض عندي سكر ايه الاعراض المهمة اللي حس بيها ابتدأ ان انا اتحرك يعني الكلام العلمي والامور العلمية اللي فيها technical points امور فنية ما تهمنيش انا عايز انا كمريض عادي خالص عندي سكر سكر المتين متين وعشرين متين وثلاثين باخد اقراس او باخد انسولين الكلام دا ليه علاقة بالكبد ولا ملوش فنبدأ نقول مثلا اول حاجة الادوية بتاعة السكر قد تؤثر على الكبد يعني العين اللي بياخد مادة الميتفورمين اللي هي الـ 500 والـ 1850 من برطمان والحاجات اللي انتوا عارفينها دي المادة الميتفورمين دي مادة احنا كنا زمان بنستخدمها علشان نعالج بها دهون الكبد قبل ما نعرف ان دهون الكبد دي مفروبا نعالجها في فيتامين اي ربعمية مثلا او كلام زي كده الحاجات اللي هي من ضدات الاكسادة كنا بنيدي مادة الميتفورمين عساس انها بتحرق الدهون يعني لكن وجدنا ان المادة دي لها تأثير كبير جدا على الجهاز الهضمي بتعمل اعراض في المعدة وحشة وبتعمل اعراض في الجهاز الهضمي ومرض السكر غالبا عندهم جاستروباريسيز وعندهم حركة المعدة والموتيلتي بتبقى قليلة الاكل بيقعد في معدتهم فترات اطول بالتالي تلاقي دايما مريض السكر بشتكة من معدته يبقى انا مش هديده دواء يزود الشكوى طيب لو مريض السكر علاقة السكر بقى بالكبد ان مع الوقت يبتدي خطأ الميتابوليزم دا يتسبب في ان يتركم دهون وخلايا دهنية على الكبد ويصاب مريض السكر بحاجة اسمها الكبد الدهني الكبد الدهني مسألة في منتهى الاهمية لان الكبد الدهني لو اهمل هو يعمل تلايف كبدي بس على مدى طويل يعني بعد 10-15 سنة يعني بياخده طويل عمان ما يعمل تلايف كبدي لكن هو نفس نفس الباثولوجي المدمد لخلايا الكبد ان بيحصل احلال الخلايا الكبدية بخلايا دهنية مع الوقت يبقى في تلايف كده الامور واضحة يبقى فهمنا علاقة السكر بالكبد طب هو الكبد اللي ما يبقى تعبان بلغبة السكر لا هو السكر اللي بلغبة الكبد يعني ايه يعني واخد عنده سكر ازاي يبتدي يشك ان السكر بدأ يعمله مشكلة في الكبد من اعراض دسة ما يخللناش وما كشفناش يعمل ايه يبتدي ياخد باله من اعراض مهمة جدا اولها تغيير في لون البشرة يبتدي لون البشرة يغمق يلاقي سواد تحت عينه يبتدي لون بشرته يغمق شوية يدي حاجة اسمها اكتالكتنج لون مسفرد على خفيف او غامق شوية تغيير في لون البشرة ده معناها فيه خلل في وظيف الكبد والانزيمات مش مزبوطة تمام؟ وده موضوع في منتقل اهمية ويحتاج الى ان احنا نبتدي ندور على الكبد ونعمل فوق صوته ومعنا اتصال اكمل لكم بعد اتصال للأسف الانتصال قطع يبقى لا فترة على الويتنج وانا اه معارش اتعاود اتصال بينا تاني انا بس مشكلة ان امركز ان انا اوصل للمعلومة يبقى احنا كده عندنا قصة الخمول قصة الخمول مريض سكر شيء طبيعي مريض السكر لما يأكل يجي له خمول لاني بيحصل خلل في مستوى السكر في الدم لكن لما يبقى الخمول ده سستيند يعني من بعد الاكل ويفضل فترات طويلة والعين يقولك انا بنام كتير بقوم النوم بصعوبة بقى انام ما بادراش بنفسي ولما اجا قوم النوم صعب جدا اواماني هنا ابتدى ادور على الكبد تعال اناعمل موجات صوته على الكبد تعال اناعمل وظايف وابتدى ادور انت عارفين نقطة بالله مهمة جدا لازم من انسهاش ان السكر بيشتغل على المناعة يعني يعني العين اللي عنده السكر بطاقة مش مزبوط خالص وسكره عالي بصفة مستمرة ده بنسميه immune compromise immune compromise ده يعني المناعة بتاعته ضعيفة يبتد يحصل خلل في المناعة يبقى فيه علاقة ما بين المناعة وما بين السكر كل ما كان السكر عالي والسكر مش مزبوط المناعة تقل ولما المناعة تقل المريض اللي عنده مشكلة في الكبد تزيد لاناعمل مريض عنده فيروس الفيروس ده جهاز المناعة بيقومه يبقى لما السكر يكون مزبوط جهاز المناعة بتاعي حي يتصرف بصورة طبعية لكن لما يكون مريض السكر سكره مش مزبوط يحصل immune compromise ان الجهاز المناعة بتاعه يقع وبالتالي الفيروس ينشط فتلاقي مثلا بي سي ار بي تيدي يعلى كل شوية بي سي ار بي يعلى وهي الحدودة حدودة السكر ما هيش حدودة الفيروس ليه هو البي سي ار ده يعني ايه يعني النسبة الفيروس في الدم انا بقيس الفيريميا الفيروس في الدم طيب الفيروس في الدم ده يساوي ايه يساوي ما يخرجه الكبد من فيروسات ناقص ما يقضي عليه جهاز المناعة من الفيروسات يبقى هي معادلة البي سي ار يساوي عدد الفيروسات اللي بتخرج من الكبد ناقص اللي بياخدها جهاز المناعة ده البي سي ار يبقى جهاز المناعة بقى لما يكون تعبان ما ياخدش الفيروسات من الدم يبقى البي سي ار يعني الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور انا حضرتك انا كلمتك اه المرة اللي فاتت اه عن اه لحالة المريض اللي عنده فيروس سي والصدر عنده حساسية. الصوت بس عالي صوتك بعد يزنك. ايوه دكتور انا كلمتك عن المريض اللي عنده فيروس سي وعنده حساسية فراءة. اه. وحضرتك السؤال انا ما سلحتش اللي انت قلت عشان نور رجعتها عندنا. احنا المريض. النور قطع اه طيب حاضر. افتكرت. ايوه دكتور هو يعني اه افتكرت. ده اللي هو عبل اكتئاب وزعلان وما بروحش للدكاترة وبيخب بالشام الماية عند اللزان. اه. 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 مفيش فايدة. حضرتك رجليه وارما يعني. طب هجاوبك بسرعة بالنور ما هيقطع طب اسمعيني حاضر. طب اه. طبعا. الاخت المتصل اتصلت بها الحلقة اللي فاتت. وكان اخر اتصل تقريبا في الحلقة لان هي يعني رحت مضلمة النور عندنا قبلو ما يقطع عندهم. ان هي سألتني سؤال. السؤال ده كان يعني تكنيجا اللي كان يزعل قوي. لما يبقى فيه مريض اه عنده فيروس. واساب نفسه. لحد ما حصله طلاف في الكبد. وبعد كده لما دجليه تورم هو يروح الاجزاخان يجيب اقراس له المية وياخده كده منه نفسه. له ماشي على علاج ولا ماشي على علاج للكبد ولا ماشي على حاجة خالص ولا بيتابع ولا بيحلل ولا بيئيس. لا وكمان بيستخدم اقراس للمية بشكل عشوائي. وبعد كده كمان الاخت المتصلة بتقولي ده هو عنده لقف النفس وسدره بيعلى. فهو اكيد عنده مياه على الرئة. ده هي كمان يعني هي كمان ان هو عنده مياه على الرئة. انتو عارفين كلمة دي بالانجليز يعني بيفترض افتراض جدلي. يعني انا لو رحته الدكتور وهو كده قاعد يفترض منه النفسه. يعني انا حوم منه قدام الدكتور وانا زعلانه مش مختنى ولا كده ما هيقوله. نعمل لي اشاعة على السدر يا اخي. ايه الافتراضات الغريبة دي. عشان كده الحالة دي. الاخت المتصلة انا بقول لها تعمل تحاليل وظيف كبدة كاملة. ويتعمل اشاعة على السدر. موجات صوتية على القلب. رسم قلب. وموجات صوتية على البطن. ويقيم هذا الكلام عند طبيب متخصص. وقد يكونوا طبيبين لان الحدوطة ممكن تبقى صدرية او قلب مع دكتور كده. طيب. ومعانا اولفت. اتفضلي يا فاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. دكتور ايسام. اتفضلي. اتبعي على الهواء. شو قالك? مادام اولفت مع حضرتك يا فاني. اتفضلي. شو قالك يا فاني سامعك. اتفضلي. عندي مريض كبد. عنده تليف وعنده مية بسيطة في البطن وفي رجلي يا دكتور. سنو كم سنة? عنده خمسين سنة بالزبط. طيب سلوسس خمسين سنة. سؤالك? التليف نتج عن اثر بالهارس يا قديم جدا. اقول ده بالهارس يا لماشي. ما عندهش فيروسات ما عندهش اورام على الكابد. طمام. ما عندهش ضغط كويس سكر كويس كل حاجة فيك كويسة. فل. طمام سؤالك? السؤال بقى انا علاجه ايا دكتور. علاج التليف ايه? اه. او علاج المية اللي موجودة في رجليه وفي قسمه. طيب كلام جميل. هقول لحضرتك. طيب. انت تقفل السكة كده ورايا وراق او قلم كده عشان هتكتبه الاجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالة. احنا لما يكون عندنا مريض عنده تلايف في الكابد. هذا التلايف في الكابد ناتج عن بالهارس يا زي ما الاختب توصف. وده حال معظم المرضى اللي في الريافة الذين يعملونا في الزراعة. اه بيبع عندهم بالهارس يا حتى لو او ايفين قديمة بتعمل بيري بورتال فيبروزيس اللي هو اه تلايفات على جدران التفرعات بتاعة الوريد البابي في الكابد بتنتهي ان الوريد الكابد دي البابي بيتمدد. وبعد ما يتمدد يبتدي يحصل ريفيرسل للفلو. يبتدي يكبر الطحال. ويبتدي يعمل دولي في المريء. يعمل بواسير. يعمل اه يعني تنشن جامد في البطن. وبعد كده يحصل ايه اه اه بتايتس اللي هي ميه في البطن. طيب في الحالة دي. المفروض ايه chilli يتم. المفروض التعمل بوجات سوتيه على البطن ويتحدد كمية المية. هل هي كمية تحتاج البزل والا الموضوع سيمشى عادي . الحاجة الانية لازم يتعمل شوية التحليل عشان يتشاف منضمنها الالبومين. ازي كون هيحتاج لالبومين ولا مش هيحتاج ولا بلازمة ولا مش هيحتاج . الحاجة الثالثة مداعمات الكبد علشان نقدر نحافز عشوية لفضلين من الكبد انه هم ما يبوزوش. الحاجة الرابعة هو اشعة فايبروس كان علشان تحدد لنا درجة التلايف. بس يعني كده هنكون درجة التلايف وصلنا للدرجة الرابعة غالبا. لكن عشان نقدر نحدد البروجنوزس يعني الحالة هتمشي في اي اتجاه. كده ولا كده. هلو? هلو? تقدر لي يا فنة. اه خاطرها دكتور انا عندي جرسومة في المادة. اه هم. هي بيقول لها اكتبا لوري. لا بايلوري مش بايلوري. اه ايوة فنة. ايوة فنة. ايوة فانا دلوقتي دايما بستكي من اعراض الدوخة والاغماء والام في المادة وصدها جامد جدا. اغماء ولا غمامان? اه احساس انها يغمى علي. لا يعني غمامان نفسها عايز ارجع ولا ولا اغماء يعني بيغمى علي. اغماء هيغمى علي. هيغمى واغلم في الصدر جامد جدا. واغلم في الصدر. اه اه رفت الجامد دكتور قالولي ده هي الجرسومة اللي عمنا كده. فانا عايز اعرف هل ان ممكن يعني كان من الجرسومة هي تسبب الاعراض اللي عندي عراض الاغماء. ووضعت القلب وضربات قلب سريعة الكلام ده كله ولا ايه? عملت ما وجدت صوتية على القلب? عملت ايكو على القلب انا عندي قالولي ان عندي ارتجاع في في الاورطة بس بسيط جدا يعني قبل ما اعملت في الاعراض انت كادي خالص. يبقى فريد من قصة القلب. طيب اه اعملت تحليل اللي الدم فيه انيميا والقصة دي? لا ما فيه. عملتها اتنصر اتنصر ونصف احلام الاسبوع ترتطاصر. طيب يبقى هي الحدوتة هنا اعراض المعدة. المعدة بتعمل اعراض فعلا. تعمل زيادة في ضربات القلب. تعمل اه الم في الصدر بالذات لما يبقى فيه ارتجاع في المريء. فالواحد يحس بمشاكل. اه اه تعمل. تعمل. تعمل تعمل. طب حضرتك اه اه يساعة لان في دكتور كان انا عندنا في العاشر. اعمل ان ممكن الجرسومة دي فيما بعث بتسبب ااوران خبيثة في المعدة. فعايزة افر من حضرتك ربنا يعني هي مرتبطة بحدوث التهبات مزمنة وقرح في القناة الهضمية والقرح المزمنة لو اهملت طبعا حكت ان الملك دانسي او ناتي اللي بورم خبيث ده احتمال بعيد قوي لكن احتمال يعني ايه ان هو احتمال بعيد بس احتمال يبقى لازم تتعالج بصفة عامة يعني مش لازم انا بقى مش لازم اعالجها عشان اخف من الكنسل يعني انا اعالجها عشان هي عايزة تتعالج هعالجها لان انا مش هخفة غير لما تتعالج لن يصلح حال الجهاز الهضمي عند حضرتك او عند اي مريض بالH pylori الا انا الH pylori نفسها تتعالج وعلاجها معروف وعلاجها سهل بس لازم يتعمل تحليل H pylori الاول ونعرف المكروب موجود ونسبته قد ايه وبعدين ناخد العلاج 6 اسابيع 4 اسابيع 8 اسابيع اكوردنج للبلان بتاعت العلاج وفي نهاية العلاج بعمل التحليل تاني واعمل يعني الاساسمنت للموقف وشوف لسه موجود هكمل علاج تاني او مش هكمل على حسب الحال ده كده طبعا اتصالاتكم كده ايه سريعة كده ورا بعضها وعندنا اسئلة بالS ms هل اذا اصيب الكبت بفيروس C وان كانت نسبته قليلة يمكن اتخلص منها الكبت بصورة نهائية بدون اي علاجات ام لا الكلام ده بيحصل مع فيروس B مش كل مريض عنده فيروس B هيخش في كرانيكة بطايتس B مش كل مريض عنده فيروس B هيدخل في التهاب كبدي مزمن B فيه ناس كتير جدا عندهم فيروس B واخد بعضهم ميش من الجسم تقريبا 30% 30% من العيادين الHPS positive عندهم فيروس B بعد فترة بتحلل بتلاقي نيجاتيف بدون علاج الفيروس ميش في السي كلام ده ما بيحصلش في السي كلام ده ما بيحصلش ونكمل ان شاء الله بإذن الله ونحكي كل الحوادث بعد الفاصل فاصل قصير ونعود اليكم ببشاقة الله فتابعونا بيشوفة بما تكون الظروف الطب في حياتنا بيعرفنا ذاتنا بيخفف ألام ويخليك تمام بيخفف ألام ويخليك تمام مع الدكتور عصار طبب حياتنا بحادي في شوفة ألام قعدنا اليكم بعد الفاصل بحمد الله السؤال اللي كنا بنقوله قبل الفاصل كان إذا أصيب الكبت بفيروس C ونسبته ضقيه لك جسم يقدر يتخلص منه والله حصلت يعني أنا شفت ناس بدون علاج كان عندهم ناس بالفيروس بالنسبة بسيطة وجهز المناعة إذا لن هو يتخلص من الفيروس ويدي نجي نعمل بيسا قال نلاقيه سلبي ونحلل الأجسام مضادة لأجسام مضادة وده معناه إن المناعة بتاعته كان كويسة وإن الفيروس كان من النوع الحميد والبسيط من الناس اللي ما بيعملش مشاكل فبتحصل ولكن مش بنسب عليه النسب الأكتر هي اللي بتخش فكرنا كبتاتس بالنسبة للسي البي لأ في سؤال يا دكتور عندي نقص صفائحة دموية وتدخم الطحال وزيادة الماء في الجسم وهو هنا بتكرم على تلايف التلايف في مراحل معينة بيبدأ الطحال طبعا مع تدخم الطحال ينشط ويعمل حاجة اسمها هيبرسبلينيزم إن نشاط الطحال يبتدي يكسر صفائحة دموية فيبتدي صفائحة دموية قل مرحلة معينة ينفع فيها الجراحة يعني لو شنا الطحال تلاقي الصفائحة دموية كويسة ولا ينفع أمان مراحل تانية بيفضل مشكلة الصفائحة دموية موجودة والطحال بيفضل يتضخم وهنا بيبقى التقييم للحالة نقدر نعمل استقصال وربط دوالي لنجاليبها هيطلع عنده دوالي في المريء بيحل جراحي ساعات إننا عمل استقصال طحال وربط دوالي أو إننا بفضل شغال بالأدوية وصفائحة دموية تقل ده ده النورمال كورس بتاعنا في حالة التلايف اللي بيصل له هذه المراحل وزيادة المية في الجسم هي زيادة المية في الرجلين وزيادة المية في البطن وهنا بيبقى فيه خالة فوزاة في الكبد وحفظ السوائل في الجسم قصة الألبومين بقى ليها بروتوكول مهم في الألاءة طبعا سؤال آخر أعاني متضخم طحال من سلطفولة وراثيا وحاليا أعاني من تشكل حصى بالمرارة معاطين أرجوكم أفيدوني طيب أخذ التصال عشان ما نطولش على المتصلين ونرجع للسؤال ده تاني ألو ألو أيوة هعزيني الدكتور عصا أنت معي على الهواء يا فعن ما تفضلي هعلي كده بالسؤال لا ما تعليش كلميني من التليفون أنت معي على الهواء تفضلي سؤالك هي دكتور أنا حداية السكر وعندي حسيها لسد سنك كم سنة زي خمسة واربعين أو ستة واربعين تمام سؤالك إيه حداية السكر طيب سؤالك نعم عايزة يعني دوة ليه ولا كده انت بتخليش أدوية للسكر لازم طبعا يفصل عشان يلقيكو يا جماعة اخوة لي في الكنترول لما يجي حد يدخل على الستوديو معلش قبل ما تدخلوا الاتصال الحدوطة بتاعة نقفل من هنا ونتكلم من هنا لأنك بضايع وقت الحلقة وهي ما فهمتش منها حاجة يعني هي دلوقتي بتقول أنا عندي السكر وخمسة واربعين سنة وعايز علاج يعني ايه عايز علاج يعني مش فاه تيلي شب ما ينفعش السكر دي بقى بروح لدكتور والدكتور هو بيشخصني وبيعرف ناسة بالسكر عندي بتحاليل كتيرة وبيعرف إذا كان وظيفة كبدي فيها مشاكل وظيفة كلا فيها مشاكل صورة الدم بتاعته ماشي ازاي عندي كوليسترول ولا عندي دهون في الدم ما عنديش الدنيا ماشي ازاي ويبتدي يدور أنا في مرحلة ايه في السكر بالزبط هل ما أثر عندي على الأعصاب ما أثر على العين ما أثر على السنان ما أثر على الكلا والمسالك البولية ما أثر على الجهاز الهضمي فيه دهون على الكبد ولا ما فيش بعد كده أبتدأ أقول علاج هو التريك هنا أن بعد أدوية الأزمة حساسية السدر ما ينفعش تتخذ في مريض السكر دي التريك يعني مثلا مريضة عنده حساسية في السدر بأكل كورتزون كورتزون ده حيلفع السكر ممكن مجالة أن احنا نبطل الكورتزون نلقي معضلات السكر بقى طبيعي ده موضوع في منطقة الأهمية لازم الدكتور هو اللي يحدد الذي نظر الحالة وشافه ده كلام في منطقة الأهمية فيه حاجة بقى اسمها تضخم طحال وراسي مش عارف يعنيه تضخم طحال وراسي يعني